السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير الطعامة والشقاوة والحلاوة دي مش منبار ده شبيه المنبار حاجة كده للناس اللي ما بتحبش الدهون بتحت المنبار او بيبقى تقيل عليها او ممنوعة من اكله هاكلك منبار صحي طعمه وريحة وشكله لون وخلطة جبارة حلوة قوي للي مش متابع القناة عندي عملناها اكتر من مرة على فيديوهات سابقة كتير تعلي معايا نقول ونعيد مع بعض ايه جبار ده ايه الحلاوة دي المنبار الخطير اللي هو مش منبار ده والمحاشي الجميلة اللي معايا دي معمولة ازاي وقره وقان اللي طالع ده حاجات حلوة بتكلفة بسيطة بمجهود بسيط جدا هو بس شوية ترتيب ونظام فالحاجة بتتقضي لوحدها كل سنة ومتطيبين قناة العيلة بتمسي عليكم بتقول لكم لو لسه محططوش لايكات او مشاركتوش عندها يلا بسرعة اشتركوا صحيت بدري كنت جايبة شوية خضار حلوين البيت كله نايم الدنيا حر جدا قلت لازم استغلي الوقت ده في حاجة صليت وقاريت قرآن وفتحت يومي كده بالصلاة على النبي وبعدين قعدت قلت هعمل شوية محشي حلوين مشكلين لولادي يصحوا من النوم يلاقوهم جهزين حطت الستاند وحطت التليفون زبطت حكتي غسلت الخضار بتاعي بتديت اشوف احنا اكتر حاجة بنحبها البدينجان ولدي بيحب وملهمش في الكوسة كتير اخدت شوية على قدي كده في الكوسة وشوية صغيرين من الفلفل وحبتدي بقى اشتغل على البدينجان هو اكتر حاجة معي وراء العنب هقور الكوسة بتحتي يلي بتفرقعي الكوسة وبلاقي المقوار بازز من اخيرها وطولع ما تستخدميش مقوار تخين استخدمي مقوار رفيع وانتي بتقوري الكوسة بتحتك وقوعي اسمع ان فيه حد بيرمي قلب الكوسة ده او بيحطه تحت المحاشي خالص لانه برضو مش بيتكل وبيتهدر هو ده الفايدة على فكرة اللي احنا بنطلحها من الكوسة وبنرميها او مش بنستخدمها ده لو عايزة تعرفي انا بستخدمه في ايه وبعمله في ايه واللي عندها بيبي صغير تستخدمه له ازاي تكتب لي في الكومنتات وحنزل لها بي في فيديو قريب ان شاء الله بشرح بقى الكوسة بتحتي كده اضلها بالمقوار بتاع عشان يبقى لها شكل ولون كده ما تدخل في الفرن بأور الكوسة مش بكحتها جامد مش باكل من لحمها ده كتير علشان هي دي الفايدة اللي احنا تقريبا بنستغنى عنها وبنحط الرز يلا بقى مستنيها لايكات ومستنيها كومنتات حلوة علشان خاطر الحاجات الجميلة التحفة الخطيرة دي تستحق منكو تشجيح كتير علشان القناة تكبر بيكو وليكو عندي هنا شربة كنت شربة بط طبعا مش بستغنى عنها بعبيها وبشيلها في اكياس دي فريزر عشان لما اجي استخدم استخدمها لما ما يكونش عندي حاجة جاهزة ان لحمة مسلوقة او بطة او فراخة او كده فباستخدمها في وقت اللزوم او بأور بقى دلوقتي البدنجان ما تجيبيش البدنجان الطويل قوي لما تكوني حتعملي محشي علشان ما تضطريش ان انت تقسميه هات البدنجناية المقلبزة علشان تعرف يتقوريها والمقوار بتاع البدنجان بيبقى تخين شوية لما تجيب البدنجان وعايز تعمليه محشي وبق ومايفرقعش منك ومايغلبكيش في التقوير ما تقورهوش في نفس اليوم اللي انت اشتريتيه فيه بيتيه شوية في التلاجة وبعد كده طلعي قبل ما تعمليه بساعة يفك كده من التلاجة طبعا هو مش مجمد ولا حاجة بس يريح من السقعية وياغد درجة حرارة المطبخ يبقى مش هيفرقع منك خالص البدنجانية لازم تكون رفيعة زي كده يعني اتخذ من قلبها كل اللحم اللي جواها ده علشان خاطر ما تبقاش مر سلقت وراء العنب وجهزت قدامي قلتلك الترتيب والنظام هو اللي بيع بيفرق معايا في الوقت عملت الخلطة بتحتي وقعدت فردت الصينية بتحتي وحكت الجنب بني كلها طبعا مش هتوقفي تعملي كل ده وانت واقف على رخامة المطبخ أو على الترابيزة اكيد هتتعبي وحاتزهاي فانا بحط كده الحاجات على الارض وبشتغلها منها وإليها الخلطة الخطيرة بتحتي دي حتشوفيها في فيديوهات كتير كنا عاملين فيها محاشي عندك على القناة ارجع لها بقى تاني المنبار اللي هو مش منبار المنبار اللي هو زيره دهون للناس اللي ما بتحبش الدهون بتاعته المنبار أو ملهاش فأكله المنبار ونفسها الدوق تعالي حأكلهولك بحاجة رقيقة وسهلة وجميلة جدا وكلنا من حبها الهنك بتاع السجق الهنك بتاع السجق ده أنا بجيبه أيام لما بيبقى فيه دبيح أنا بجيب الهنك بتاع الدبيح البرقي ده هنك داني بيبقى زي ما انت شايفة كده خيوت رفيعة مشبكة في بعضها انت متخيلة انها متخبلة بس أنا أول ما بشد طرف بيتفك على طول لوحدها بنقاحها في شوية مياه لان هي بتبقى جاية بملحة كتير جدا بتنقعها في مياه نضيفة وتتغسل مرة واثنين وثلاثة زي ما هي كده وبعد كده بستخدم القمع بتاع المطبخ بتاعي اللي أنا بعمل منه السجوء وبعمل منه كمان المنبار اللي هو مش منبار ده زيرو دهون ما فيهش دهون خالص وبستخدم بقى عندك استيكس ممكن تستخدميها بس بالراحة لان الاستيكس ممكن تقطعه لك أنا استخدمت هنا السلاح بتاع المضرب بتاع الكهرباء منه حد بس الدايرة بتاعته من تحت نعمة جدا فلما بتخبط في الهنك مش بتشرطها او تقطعها او اي حاجة ما بخلهوش مجبوس جامد كل ما بنزل شوية من الرز بتاع الخلطة ببتدي افرد حتة كمان من الهنك بتاعي وبتدي ابطتها كده على قدية افرد الخلطة اللي أنا نزلتها فيه كده الهنك ما بيتكبس علشان خاطر ده غشاء رقيق جدا 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 ممكن يفرقع منك حتى وانت بتحشيه قبل ما تسويه فبالراحة كده وانت بتتعاملي معاه هياخد معاك وقت في الاول بس بس بعد كده لما تعمليه مرة واثنين وثلاتة ايدك هتاخد عليه وتبقى في منتهى الصرع انا بجيب الهنك ده مرة واحدة في السنة بعمل منه اكتر من خمسة كيلو سجوء وبعمل منه اكتر من مرة كل مرة بعمل فيها محاشي مشكلة لازم يكون معاها الهنك ده محشي وعملاه كأنه منبار بالزبط انا من الناس اللي بعشع كلمة منبار بس مش بعرف ابلعو من كتر الدهون اللي بتبقى فيه نفسي بتجزع فلما عملت الطريقة دي والادي حبوها وانا حبتها وبقيتش استغنى عنها وكل اللي جيها عندي جربها بقى مستغرب جدا انا ازاي قدرت ان انا احشي الهنك الرئيق الرفيعة ده انا الحمد لله بشتغل بعمل سجوء وعملته قبل كده معاكو على القناة وبعمل المنبار ده وكل اللي دقوا عندي بقى مستغرب جدا من الطعم والطعام والريحة كله وانا كمان مش حطى فيه لحمة مفرومة لو انتي حابة تحط فيه لحمة مفرومة على الخلطة دي ممكن تضيفيها بس الطعم والريحة من غير لحمة مفرومة حاجة ما كانوش متخيلينها مهما احكي عليها لازم تجربيها بنفسك علشان خاطر تدوقي الطعامة دي خطير بشتغل بقى حاجة كده طول متر متر ونص مترين على قد ما بستحمل وعلى قد خلقي ما بيبقى مديني وقت يعني على قد ما نقدر استوعب على قد دراعي ما قادر يطلع وينزل بشتغل خيوط طويلة زي ما انتي شايفة كده وبعد كده برجع اقسمها اي حاجة مكربسة اي حاجة تقيلة اي حاجة بفردها عادي جدا اكنك بتحشي منبار طبيعي جدا بس ما تعامل معاه بحرصه رقة علشان خاطر هو حاجة رقيقة خالص شايفة؟ اهو حطيت طرف الهنك في القمع بتاعي وبتدي اضغطه لفوق كده على قد ما انتي عاوزة ممكن تعمليها واحدة بواحدة بس ده توفيرا للوقت معي بعمل واحدة طولها متر مترين متر ونص على قد ايدي وزي ما بقولك ما تستوعبني من الاحتمال على قد ايدي ما تقدر تحتمل بفضل اضغط 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 وبعد كده بحشيها مرة واحدة سدقيني انا بس مبطأة تصوير يعني ما بياخدش معايا حاجة خالص 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 يمكن ورق العنب بياخد وقت عنه جربيه حتدقيه وحتدعيه دي جدا 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 لو انتي من عشاء المنبار وممنوع عشان الدهون اللي فيه وخايفة على يسمك وخايفة على رشقتك يبقى جربيه الوصفة دي منبار زيره دهون فوش دهون خالص بس طعمه جميل جدا طبعا محبين السجوء حيقولولي دلوقتي هم حسين بايه لما يشوفوا الهنك بتاع السجوء بيتحشى رز محشي وكل طبعا ما تبقي انبهار الرز بتاعكم زبطة الخلطة بتحت المحشي بتاعتك بتطلع طعم خطير بتنسيش بقى قناة العيلة باللايك والكومنتات وتقولي عليها لاصحابك وتجيبيلي مشتركين جداد وتكتبوا لي كومنتات تشجعني ان انا انزل كل يوم والتاني في فيديو جديد وفكرة جديدة ومستخسرش فيك اي حاجة بعملها في بيتي ومطبخي بعمل معاكي كمان واحدة اهو طبعا انتوا شايفين المرحلة اللي انا كنت بضغطها في القمع بتاعي من فوق بتنزل معايا كل ما بنزل شوية رز وبطتهم بتنزل معايا لوحدها من غير انا ما فكها كمان ولا اي حاجة انا قلت اشتغلهم واحدة واحدة علشان خاطر تركزوا في المعلومات اللي انا بقولها دي وتقدر يتنفيزيها فعلا بحزفيرها يعني وتطبقيها في البيت وتعمليها وتقوليلي لو جربتيها وعملتيها وعجبتك قوليلي اخبار هاي هستنى رأيوكو وتجربتكو وعملت معاكي ايه وكانت صعبة معاكي ولا لا ان شاء الله يعني خلصت كل اللي انا كنت حطا قدامي خلصت المحش بتاعي خلصت المنبار بتاعي اللي هو مش منبار اللي انا مستخدمه فيه الهنك بتاع الخروف تقدري بقى تشتري دلوقتي من محلات الجزارة لان الدبح دلوقتي كتير وطبعا كل ما هنقرب من العيد فالدبح بيبقى اكتر والجزار يقدر يدهولك الهنك ده ما بيبقاش متوفر طول السنة لما تكوني متعاملة مع جزار وعرفك وعرف ان انت بتتعاملي معاك كتير وعلى طول يعني هتروحي تطلبيه منه وحيدهولك لانه بيبقى كتير اليومين دول ولازم تسألي الهنك ده بتاع ضاني برقي او بلدي ما تغضيهوش لانه بيبقى ليه ريحة مش حلوة ابدا هو البرقي اللي بيعملوا به السجوء لشان خاطر ما بيديش ريحة مش عارفة اقول لك عليها ايه الصراحة يعني ريحة زفرة فبيستخدموا بتاع الضاني البرقي ما بيبقاش ليه ريحة الزفارة دي خالص وبيدهولك نضيف وزي الفل انت برضو بتغضيه تشطفيه بالمية والملح والخل والدقيق شطفة كده من بره يعني لانه هو ملوش طريقة غسيل من جوه بنفتح فيه الحنفية كده من جوه بتشطف بس بالمية يلا بقى على طريقة السوى حلة فها مية بتغلي جامد جدا لو ريحة بهان فلفل اسود حتى من جسط الطيب وكمان لو تحبي قرن من الشطاء زي اللي انا حطاه ده وبنزل على طول بالمنبار بتاعي المدلع ده من 15-17 دقيقة يعني ما يجيش عليه تلت ساعة وهو لسه بيغلي في الحلة علشان الغشاء ده رقيق جدا هو بس يدوبك سوى الرز نتابع من 15-17 دقيقة بنزل بقى بالملح بتاعي ما بستناش لحد ما يبقى نص سوى ولا حاجة لا على طول اول ما بنزل بيه في المية المغلية وبهرها بنزل بالملح بتاعي بصي منظر وعمل ازاي يتاكل ناي اول ما بينزل في الحلة بيقفش كده على بعضه وما فيش ولا حبية رز بتطلع منه بيطلع بقى زي ما انت شايفة كده اللي عايز يكله مسلوق سخنة على طول قبل ما يتحمر بيبقى طعمه لذيذ وجميل اللي عايز يكمل تحمير يجي معايا على الطاصة على طول طحفة خطير وحتى بوحدتها ولا فرقة ولا ولا حصل في حاجة علشان خاطر مدة السوى بتاعته ببقى واخد بالي منها يلا بينا على التحمير زيت سخن في طاصة مش كتير بنزل به احمره زي ما بتكون يبقى تحماري السجوء كده بالضبط بياخد لسع من هنا ولسع من هنا وخلاص بيبقى مقار مش قوي من برة وحلو بيبقى طاري بقى والرز من جوه مش عايزة اقولك ريحته عاملة ازاي زي السجوء بالضبط واحنا كمان مش ضيفين فيه ولا لحمة ولا اي حاجة بس بيبقى حاج محلو مش تخين قوي مش مقالبة الزيادة عن اللازم كل افراد الاسرة حتحبه اللي بيحب المنبار واللي مش بيحبه حيمد ايده وياكل منه ويقولك عاوز تاني تنسيش قناة العيلة باللايك والكومنت والشير كمان ووضفيلي اصحابك اللي عندك وتتكلمي عني كلمتين حلوين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته